ووالله ثم والله لا أعرف رجلا أصابه كرب وقد جاءني أقوام لا أحصيهم كثرة وكثيرا ما كان إذا جاءني الرجل وجدت شيء يصعب حلها أقول له ما لك إلا أن تشتكي إلى الله ويا ليتك تأخذ عمرة وتشتكي فيها إلى ربك أقسم بالله العظيم إن بعض الأمور كان أهلها لا يظنون أنها تفرج أنها فرجت لهم من حيث لا يحتسبون ولا أعرف واحدا منهم إلا جاءني وبشرني أن حاجته قضيت وأن أهمه فرج وأن كربه زال رجل كان بين والده ووالدي ود رحمهم الله جميعا وجاءني في شأن بنته تزوجها رجل وأيضا من أهل ودي والدنا فشاء الله أن هذا الولد الإبن كان يضرب هذه البنت ويؤذيها يؤذيها أذن شديدا فجاءني من أجل أن أتدخل في هذا الأمر وقد تدخل فيه غيري وخشيتا يفسد الود الذي بيني وبين الطرف الثاني فقلت له أنت بالخيار بين أمرين أنت دخلت عليه وشألتني إما أن أدخل في أمرك أو أفعل لك ما هو خير من دخولي في أمرك قال ما هو خير ما هو الخير من دخولك في أمرك قلت أنا أدلك على شيء أرجو من الله أنك ما تخيب إذا فعلت قال ما هو قلت الرجل كان يضرب البنت وقل أن يمر يوم أو يومين أو ثلاثة إلا هو يضربه ورجل من أفاضل الناس ورجل له مكانته فشاء الله عز وجل قلت له اذهب واشتكي إلى ربك أسألها أن يهدي زوجها وأن يصلح ذات بينهم قال هذا الذي تقول هذا خير من أن أدخل أنا عبد ضعيف وإذا جاء الرجل واستحيا مني وكذا هذا لا يفيد أهم شيء تسأل الله فيصلح لك الحال خرج الرجل مع زوجته وشاء الله كما هو الغالب أن ليلة الجمعة تكون هي ليلة كان في القديم الإجازة يوم الجمعة فقط فذهب ليلة الجمعة كانت الطائرة من المدينة في طائرة قبل الفجر ووافق أنه في السحر سحر الجمعة نزلوا في فندق بجوار الحرم المكي قال لي الفندق أمام باب المدينة ذكروا لي قريبا من الحرم قال أول ما جئنا وضعنا غراضنا في الفندق ثم نزلنا والرجل في كرب لأنه ابن شيخ له مكان في قبيلته ومكانته وتعب جدا تعرفون أن الإنسان لما تكون بنت وتضرب هذا شيء كبير جدا وتكرر فشاء الله عز وجل أنه نزل وطاف وسعى ثم مع زوجته اللي هي أم البنت وفي القديم ما كان فيه جوالات فلما انتهى من العمر صلى الفجر ثم انشرح صدر أن يبقى يذكر لأن هذه لذة العبادة أن الله إذا أنست به لا تمل فمع أنه جاء من سفر وكذا يقول انشرح صدر أن يجلس حتى إلى الإشراق فلما قدمت على الفندق معي أم الزوجة يقول إذا بموظف الاستقبال الذي في أسفل الفندق يصيح يقول تعال أنت فلان قال نعم هو لما نزل اتصل على بنته في المدينة البنت الثانية وقال هذا رقمنا في الفندق إن احتجتم شيئا تتصل علينا على عادة الإنسان في تفقده إلى أهله فشاء الله عز وجل يقول أول ما دخلت وإذا بيصر أنت فلان قال نعم خير إن شاء الله قال فيه امرأة زعجتنا فيقول أخذني ما أقبل وما أدبر لأنه ترك البنت في البيت فخاف أنها ابنته التي في المدينة فاتصل عليها اتصل على ابنته فقال لها أنت اتصلت بالفندق قالت لا أنا ما اتصلت لكن أعطيت رقمك لفلانة التي هي بنتها المزوجة من الرجل الذي يضربه قال فأصل هو في همها وغمها فقال اتصل على أساس أنه يمكن يجد شكوى جديدة بضرب جديد فإذا به أقسم بالله العظيم الرجل يعني قرابة الخمسين يحكي لي هذه الحادثة يقول فلما اتصلت إذا بابنتي تقول يا أبتاه هل أنا في حلم أو في علم ما أنا مصدقة قال لا يشفيك يا أبت قالت يا أبت ما أنا مصدقة ما أنا مصدقة قالت خير إن شاء الله قال دخل علي فلان له زوجها الذي كان يضربها قبل أذان الفجر يبكي ويقول أنت خير مني أنت أفضل مني أنت ما تستحق أنا ما استحقك كذا كذا آذيتك سامحيني كذا كذا وهو رجل لي مكان أو رجل قوي ما عنده تنافسك يقول هذا الكلام تكلفا أو تصنعا يقول ويبكي وإلى الآن لا يزال هو يبكي يقول سامحيني سامحين لأن مقلب القلوب قلبها لأنه اشتكى إلى ربه وربها لأنه فزع إلى الله فما من إنسان تصيب يصيب هم ولا غم في دينه ولا دنياه ويضرع إلى ربه إلا وجد الله توابا رحيما ووجد ربه جواة كريما أما هذا كله فغيض من فيض وقليل من كثير رجل ابتلي بالمس وأوذي به وكان شابا من خيرة طلبة العلم وتعب جدا وجاعني واشتكى قال يا شيخ ما بقي إلا سنة وأتخرج وقد عذبني هذا وقالت يا أخي ماذا أصنع لك غير أنا أقول لك اذهب إلى ربك واشتكي ولكن أخرج بقلب موقن بالله جل جلاله مؤمن بالله موحد كمال التوحيد صادقا مع ربك فخرج واعتمر فحدثني وقال والله إني لأصلي ركعتي الطواف عند المقام في سحر الجمعة قال كنت أقول له إذا أردت الفرج وهذا أمر مهم جدا افعل ما قاله عليه الصلاة والسلام أن تكون بدرجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى أنت الآن اشتكيت لي وأنك أذيت في دينك وأذيت في فكرك وأذيت في كل شيء من شأنك وأمرك هذا الكلام الذي تقوله لي وأنا عبد ضعيف لا أمللك لك نفعا ولا ذرة قل هو أنت بين يدي الله إذا صليت إذا طفت إذا سعيت تدعو الله بالصدق ويقيم قال فسألت الله وأنا في التشهد ركعته الطواف يقول فأحسست في جميع الكروب التي أصابتني فبثثت إلى الله همي وغمي وحزني واشتكيث إلي قال فإذا بي في فجأة أحس بحرارة عجيبة في فخذي فكانت فكانت آخر عهده بالبلاء هذا ملك الملوك من التوحيد إن معي ربي كلا إن معي ربي سهادين إذا قال الله شيئا فصدق وإذا علمك الله شيئا فحقق لا تحسب أن الأمر سدى إذا قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فهو كافيك وإذا أنزلت حاجتك بالله موقنا أن الله يفرجه عنك سيفرجه قل أن تجد أحدا يقصد هذا البيت تأمل قول الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تأمل معها قول الله عز وجل ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فإذا كانت الأموال تقيم أمور الدنيا فإن الله جعل في توحيده وقصده عند بيته وإرادة وجهه خير الدنيا والآخر لكن بالإيمان باليقين بصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وكان أحد طلبة العن ابتلي بشيء في طهارته شيء فوق العقل يمكث ما لا يقل عن أربع ساعات في بعض الأحيان صلاة الفجر لا يصليها إلا قريبا من الظهر من شدة ما هو فيه وسألني عن المسائل وأكثر ثم جاءني يوم من الأيام وقال وهو شيخ كان أيامها يعني يعتبر فقال لي يا شيخ محمد تعبت حتى إني أستحي من كثرة سؤالك وقلت يا أخي لا تستحي أنت تسأل وواجب علي أن أجيبك هذا ليس لي فيه منه عندي علم فيما تقوله أجبتك لكن ما دمت لأن خفت عليه أنه العياذ بله ينفرد به الوسائل ثم يضيع علامة دينه فقلت وأولى أدلك على ما يجعل الله فيه الفرج لكن إن شاء الله قال على يديك وقلت له اعتمر واشتكي إلى ربك وكن على يقين أن الله لا يعجزه شيء المشكلة أن الناس تدعو والعياذ بالله بضعف اليقين ينظر إلى المرض وكأن المرض كل شيء والعياذ بالله كأنه معجز ولا يعلم أن الذي يشفي هو الشافي الذي لا شفاء إلا شفاءه وأنه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهل فشاء الله سبحانه وتعالى أنه اعتمر قال فكنت قبل أن أصل إلى مكة في هم وغم لا أعلم به إلا الله وحصل عندي نوع من نفس التردد والشكوك يقول فلما قبلت على البيت انشرح الصدر انشراحا عجيبا فسرت أطوف وأدعو الله أطوف وأستصرخ وأناجي وأشتكي قال لما بدأت الشوط السابع وقلت الله أكبر أحسست بشيء كالرعشة في جسدي ثم برود وارتياح عجيب هذا قبل صلاة الفجر قال فأتممت العمرة ثم ذهب ليتطهر قال ما أخذت تقريبا دقيقة واحدة في قضاء حاجتي كل شيء انتهى انتهى تماما استودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها استودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها من الذي خلق من الذي يدبر الأمر من 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 الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله جل جلاله فيا لها من نعمة ومنه كريمة من الله سبحانه وتعالى إذا أحيى قلب عبده المؤمن وهو معتمر أن يستشعر أنه في هذه الرحلة المباركة في طاعة الله ومحبة الله يخوذ فيها في غنار رحمة الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر